موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكو حبابي طلاب الصفاء الثالث اليوم ان شاء الله بناخد درس مدينة القدس عاصمة وطني فلسطين درس كثير مهم وكثير بسيط ايضا يلا يا حلوين خلينا نبليش في الدرس يلا نكتشف ونتعرف هاي هون في عنا صندوق ومحطوط في اوراق وحطوا في اسماء اطول اوراق واخرج اسماء المدن اهم اشياء القدس عاصمة دولة فلسطين هاي اهم واحدة طيب اذا شو تعلمنا وطني فلسطين في مدن كثيرة زيه زي الخليل نابلس جنين حيفا يافا القدس مدينة فلسطينية وهي عاصمة دولة فلسطين وسيرفع علم فلسطين على اسوارها بعد تحريرها من الاحتلال الصهيوني باذن الله طيب نقرأ النص ونلاحظ الصور الآتية ثم نجيب هذا المسجد القبل اولى القبلتين وثالث الحرمين هاي قبة الصخرة هاي كنيسة القيامة وهي صور مدينة القدس وهي احياء القدس وهي اسواق القدس اذا هاي اماكن مهمة جدا في القدس اذا شو القدس شو الاشي المهم في القدس القدس مدينة عربية بناها اجدادنا العرب منذ الاف السنين القدس مدينة مقدسة عند المسلمين والمسيحيين جزء من القدس يقع داخل صورها القديم وهناك احياء كثيرة تقع خارج صور زي حي الشيخ جراح وحي واذ الجوز وحي سلوان اذا نقرأ الحوار الآتي ثم نقوم بما يأتي له في احد ايام شهر رمضان المبارك بعد اذان المغرب تناولت عائلة ابو خالد طعم الافطار عند عائلة جارهم ابو علي وبعد الافطار شاهدوا الاخبار على شاشة تلفاز فلسطين وكان الخبر الآتي عن مدينة القدس مئات الآلاف يصلون الجمعة في الاقصى اليوم طيب ليش بيصلوا هذول يا حلوين هذا هو لان الاحتلال بقية الايام بمنع الوصول الفلسطينيين اليها فعشان هيك بالرغم من كل هذا آلاف بيصلوا ايه في القدس اذا شو تعلمنا من حقنا زيارة مدينة القدس لانها عاصمة دولتنا فلسطين ان حق فيها الروح واجبنا اتجاه مدينة القدس الدافع عنها تحافظ عليها وعلى مقدساتها والصلاة فيها تعزيز صمود اهلها حتى نحررها من الاحتلال هاي قبة الصخرة والمسجد الاقصى وهاي كنيسة القيامة نصمم طيب هذا ايضا ليس مهم نلعب نصل الى القدس هذا بنشاط امسك بالساهم واي طريق بتودي لك للقدس يلا امشي اي طريق تتصل اذا بعد ان تعلمنا نطلع مع بعض يلا عاصمة دولة فلسطين هي القدس واحدة من الاتية ليست من المدن الفلسطينية اللي هي عمان عمان من الاردن اصل الصورة مع الابارة المناسبة يحيط ببلدة القدس القديمة اللي هو الصور المسجد الذي باركه الله وبغرك ما حوله هي المسجد الاقصى مكان مقدس عند المسيحيين هي كنيسة القيامة المكان الذي عرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيها الرابعة اللي هي قبة الصخرة الى السماء اناقش واجب اتجاه مدينة القدس شو منعمل بندافع عنها ومنحافظ عليها وعلى مقدساتها والصلاة فيها وتعزيز صمود اهلها حتى نحررها من الاحتلال نضع اشارة صح وخطأ القدس هي مداخل السور في البلد القديمة خطأ القدس مدينة مقدسة عند المسلمين فقط ايضا خطأ عند المسيحيين ايضا وعند اليهود القدس بناها اجدادنا العرب منذ الاف السنين ايضا صحيح واضح يا حلوين جدا هذا الدرس مهم لربالك علي نشوفكم ان شاء الله في درس قادم إلى اللقاء